الهاكر المبتسم هو اللقب الذي منحته له وسائل الإعلام حينما ظهر فيها أول مرة وهو في قبضة الشرطة حمزة بن دلاج الشاب الجزائري الذي كان اسمه مدرجا في قائمة أخطر عشرة هاكرز عبر العالم حمزة بن مدينة تيزي وزو ولد فيها عام 1988 ترعرع في العاصمة وأصبح مولوعا بكل ما له علاقة بعلوم الحاسوب والتكنولوجيا تخصص حمزة في الإعلام الآلي بعد التحاقه بالجامعة وتخرج عام 2008 ودرس بعدها هندسة الكمبيوتر ليصبح خبيرا في المجال وينتقل إلى مجال العمل برد الثغارة الرقمية المتواجدة في أنظمة بعض الشركات الكبرى عام 2010 وخلال عملية البحث عن زبائن جدد من أجل حل مشكلة الثغارات وصل بن دلاج إلى ثغرة في الحساب المالي لأحد البنوك الأوروبية وقرر سرقة المال منها وتحويله إلى حساب له فتحه في تايلندا خلال نفس السنة طور حمزة بن دلاج برنامج قرسنة أسمه سباي آي بمشاركة هاكر روسي وتمكن من خلاله ولمدة عامين اخترق حسابات 250 بنك حول العالم أغلبها في أمريكا والسطو عليها كما استطاع ببرنامج سباي آي اخترق أزيد من 50 مليون جهاز كمبيوتر حول العالم وصرقة بيانات مالية لأفراد ومؤسسات وحسب وزارة العدل الأمريكية تسبب الشاب الجزائري بمعاية رفقه الروسي في خسائر تقدر بمليار دولار في جميع أنحاء العالم وكان قد نشر مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي لف بياي بعد التهم الموجهة لبندلاج من قبيل أنه استطاع خرق حسابات 217 بنك وحول من حسابها ثروة تقدر بنحو 3.4 مليار دولار وأنه اخترق مواقع قنصليات أوروبية ومؤسسات إسرائيلية ارتبط اسم بندلاج أيضا بغلق أكثر من ثمانية آلاف موقع فرنسي ومنح تأشيرات مجانية لدخول أوروبا إلى شباب جزائريين والتبرع إلى دولة فلسطين وجمعية خيرية في إفريقيا غير أن هناك شكوك عديدة في كل هذه المعطيات التي نصبت إلى بندلاج خاصة فيما يتعلق بالأرقام بعد أكثر من ثلاث سنوات من المطاردة تمكن جهاز الأنتربول الدولي من القبض على بندلاج في العاصمة التايلندية بانكك عام 2013 تم تسليم حمزة مع جهاز حاسوبه وهاتفه إلى القضاء الأمريكي نافيا كل التهم الموجهة إليه من ترافي الاف بي اي رغم ذلك فتم الحكم على حمزة بخمسة عشر سنة سجن النافدة لكنه استفد خلال كل هذه السنوات من عدة تخفيفات كان من المنتظر أن يطلق صراحه يوم السادس والعشرين من ماي الجاري لكن القضاء الأمريكي أجل الإفراج عنه إلى العام المقبل هذه المرة بسبب محاكمة جديدة في فرنسا حيث يشتبه في أنه شن هجمات سيبريانية من هاتفه المحمول من داخل زنزانته في سجن أريزونا وقد بدأت بالفعل محاكمة حمزة في محكمة باريس يوم التاسع عشر من ماي ليتم تأجيرها إلى الخريف القادم رغم أن بن دلاج نفى مرة أخرى كل التهم الموجهة له من طرف القضاء الفرنسي حيث يتهمونه بقيامه بهجمات حاسوبية عام الفين وثمانية عشر ضد مؤسسات القضاء الفرنسي بما في ذلك السجون والمحاكم وبعض مكاتب المؤثقين الاشتبه في حمزة وهو داخل زنزانته كان سببه تعقب مكان القرسنة لتكتشف فرنسا بمساعدة الف بياي أن المكان هو سجن أريزونا حمزة بن دلاج متزوج وأبو لطفل أسطورة عالم القرسنة ستخرج قصته للوجود على شكل فيلم سينمائي في القريب ستنتجه مجموعة كنال بلوس حسب ما أعلنت هذه المجموعة الفرنسية الأسبوع الماضية